نقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ناب القائد الأعلى النابل الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى فخامة الرئيس الدكتور فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق الشقيقة جاء ذلك خلال استقبال فخامة الرئيس العراقي لمعالي وزير الخارجية الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية العراق الشقيقة وقد كلف فخامة الرئيس الدكتور فؤاد معصوم معالي وزير الخارجية بنقل خالص تحياته إلى القيادة الحكيمة واعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين شقيقين مؤكدا أهمية تنمية هذه العلاقات التي تستند على أس قوية على كافة الأصعدة من جانبه أكد معالي وزير الخارجية حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع جمهورية العراق في مختلف المجالات بما يخدم الشعبين الشقيقين وشددا على دعم مملكة البحرين لكل ما فيه أمن واستقرار جمهورية العراق ورخاء شعبها الشقيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر